طلاب الأعزاء السلام عليكم شونكم إن شاء الله تكونونوا بخير وصلنا إياكم للمحاضرة الثالثة المحاضرة الثالثة بالفصل الأول بهاي المحاضرة راح نتكلم عن النظرية الذرية الحديثة واللي أطلق عليها اسم نظرية الكم النظرية الذرية الحديثة أو نظرية الكم هي نفس المفهوم إذا إجدتك بالتعاريف أو إذا إجاك سؤال تكلم عن النظرية الذرية الحديثة أو عن نظرية الكم بهاي النظرية راح يكون عندنا نص فإحنا كل قانون أو نظرية أو قاعدة راح نقول عليها وتنص على ونكمل المنطوق مالتنا فنظرية الكم أو النظرية الذرية الحديثة وتنص على شنو؟ على احتمال وجود الألكترون في حيز محدد في الفضاء احتمال وجود الألكترون في حيز محدد في الفضاء يا فضاء المحيط بالنواة وإحنا ضمن وصف الذرة والذرة مثل ما تعرفنا عليها بالنماذج اللي تكلمت لنا عن وصف الذرة إنه تتكون من نواة وليس في مدارات محددة كما أوضح بور لأن هي النظرية الذرية الحديثة هي نموذج معدل على نموذج بور أوكي؟ وهو ما يعرف بالأوربيتال راح عيدة وتنص على احتمال وجود الألكترون في حيز محدد في الفضاء المحيط بالنواة وليس في مدارات محددة كما أوضح بور وهذا الحيز يدعى بالأوربيتال يعني أكو حيز محيط بالنواة مو مدار حيز محيط بالنواة هذا الحيز سابقاً جنا نسميه الأغلفة الألكترونية أو نطلق عليه السحابة الألكترونية هذا الحيز نفسه سميناه بالأوربيتال يعني من هذا المفهوم راح أتطرق إلى مفهوم الأوربيتال وأيضاً راح أتطرق إلى مفهوم السحابة الألكترونية من خلال نظرية الكام أو النظرية الذرية الحديدة فهذه مثل ما اتفقناه تكتبها بالدفتر عندك وتسجلها إحدى التعاريف أو النصوص المهمة اللي تجي وزارياً الأوربيتال أيضاً تعريف جداً مهم وهو حيز محدد في الفضاء المحيط بالنوات يحتمل وجود الألكترون فيه وهو ما يدعى أو يمكن وصفه بالسحابة الألكترونية حبل شوية اتطرقناه لبنظرية الكام حيز محدد في الفضاء المحيط بالنوات قلنا يحتمل أو احتمال وجود الألكترون فيه فالأوربيتال هو حيز محدد في الفضاء المحيط بالنوات يحتمل وجود الألكترون فيه يمكن وصفه بالسحابة الألكترونية راح يجيني ابتمارين الكتاب سؤال ما مفهوم السحابة الألكترونية واللي هو هذا وارد وزاريا وجاي عدة سنوات راح يكون مفهوم السحابة الألكترونية هو نفس مفهوم الأوربيتال وهي حيز محدد في الفضاء المحيط بالنوات يحتمل وجود الألكترون فيها وهي ما تدعى أو يمكن وصفها بالأوربيتال يعني عكس تعريف الأوربيتال هذه السحابة الألكترونية راح تكون عندك هذه ثلاثة تعاريف هي منطوقها متداخل فيما بينها تكون سهلة الفهم ومن ثم الحفظ من خلال النظرية الذرية الحديثة راح أتطرق إلى فروض النظرية الذرية الحديثة النظرية الذرية الحديثة عندي فرضيات اتطرقت إلى وصف الذرة في النظرية الذرية الحديثة هذه النظريات أو الفروض هي فرضين مهمين الفرض الأول تتكون الذرة من نوات تحيط بها الألكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة هذا الفرض الأول الفرض الثاني تدور الألكترونات حول النوات في مستويات طاقة يعبر عنها بأعداد الكم الرئيسية وهي أعداد صحيحة موجبة يرمز لها بالحرف N تتكون الذرة من نوات تحيط بها الألكترونات هذه الألكترونات لها مستويات مختلفة من الطاقة يعني هذا طاقة T وبعد طاقة أعلى وطاقة أعلى وهكذا النو بيتطرق للحديث بالافتراض الثاني عن الألكترونات تدور الألكترونات حول النوات في مستويات طاقة يعبر عنها بأعداد الكم الرئيسية وهي أعداد صحيحة موجبة يرمز لها بالحرف N هذه الأعداد أو أعداد الكم الرئيسية راح نضطرق لها بموضوع مستويات الطاقة راح تكون جدا مهمة في دراستنا القادمة للترتيب الألكتروني مستويات الطاقة أو نفسها هي أعداد الكم الرئيسية مستويات الطاقة عندي مستويات الرئيسية والثانوية مستويات الطاقة عندي نوعين مستويات الطاقة الرئيسية ومستويات الطاقة الثانوية مستويات الطاقة الرئيسية هي المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع سبع مستويات رئيسية التي ترمز إلى عدد الدورات الموجودة بالجدول الدوري وشوية شوية راح تفهم شنو اللي داء قصده ببداية حديثي عنها أما مستويات الطاقة الثانوية فهي عندنا ال-S وال-B وال-D وال-F نقدر نختصرها ب-S-B-D-F اشتوان هذا الملف اللي نرمز له بال-B-D-F فتذكرها من هذا الباب S-B-D-F هذا المنطوق عنها هنا والحديث عنها ورموزها وما تحتوي من الكترونات وغيرها هذه تفيدني بالأسئلة اللي تجيني على شكل اختيارات تجيني على شكل فراغات تجيني على شكل صح وخطأ أما الموضوع اللي راح أدخل بي لحل وفهم النصوص أو المسائل اللي تجيني عن هذا الفصل راح يكون جدا مهم تفهمه بالبداية بعدها أي سؤال يجيك أنت مسيطر عليه ما يحتاج الكم الهائل من القراءة المستويات الرئيسية تحتوي على مستويات ثانوية يعني المستويات الرئيسية أنا مو عندي الكي أرمز له بالرمز رقم واحد ال-L رقم اثنين ال-M رقم ثلاثة ال-N رقم أربعة ال-O رقم خمسة ال-B رقم ستة ال-Q رقم سبعة هذه المستويات الرئيسية بداخلها أكو مستويات ثانوية راح أشرح شوية عنها هنانا وبعدها أمسح وأرجع أتطرق للموضوع أعلى المستويات الرئيسية عدنا سبعة من واحد إلى سبعة أوكي أنا اللي تهمني بصف ثالث متوسط المستوى الأول والمستوى الثاني والثالث والرابع هاي المستويات الرئيسية رقمتها بهذه الأرقام الأول راح أقول عنها رقم واحد الثاني رقم اثنين الثالث ثلاثة الرابع أربعة شون اطرقتها اطرقت لها بالمحاضرة السابقة من ذكرنا المستويات اللي ذكرنا ياها العالم بور أرجع للمحاضرة اللي قبلها المحاضرة الثانية وراح تفهم قصدي بالمستوى الرئيسي الأول عندي مستوى ثانوي واحد من نوع S بالمستوى الرئيس الثاني عندي مستويين واحد S وواحد P ثاني بي اثنين الأول بي واحد الثالث بي ثلاثة S و P و D الرابع بي أربعة S و P و D و F الباقي ما نتطرق لهن خلال دراستنا بصف ثالث متوسط بس حتى تعرف ان المستويات الرئيسية هن سبعة مو أربعة خلال دراستنا بصف ثالث متوسط أحتاج إلى أفهم العفو المستويات الأربعة فقط هاي المستويات الرئيسية قلنا تحتوي داخلها مستويات ثانوية هاي المستويات الثانوية تحتوي داخلها ما يسمى بالأوربيتال والأوربيتال يحوي بداخله الألكترونات إذن راح ورما اتطرقت إلى موضوع الأوربيتال وعرفت المفهوم مالته راح أشوف إش نرمز للأوربيتال الأوربيتال راح نرمز له بهذا المربع المربع هو رمز للأوربيتال وهذا المربع من الممكن ألقى بيه ألكترونيا أو ألكترون واحد من الممكن يحتوي على ألكترونيين أو ألكترون واحد هذا الأوربيتال يعني هذا الأوربيتال من الممكن أخلي بيه ألكترون واحد بهالشكل أو أخلي بيه ألكترونين بهالشكل رح أعرف الأوربيتال الموجود بالمستوى الثانوي S شلون شكله رح يكون أوربيتال واحد هذا من نوع S الأوربيتال الموجود بالمستوى الثانوي العفو هذا رح يسويه هنا شوي يا بابا شوية حتى تطرق إلى موضوع أفهمك يا أكتر الأوربيتالات الموجودة بالمستوى الثانوي P هنه ثلاث أوربيتالات فراح أسوي الكياهن بهذا الشكل تحت الأوربيتال S يعني المستوى الثانوي S هو يحتوي على أوربيتال 1 المستوى الثانوي P يحتوي على ثلاث أوربيتالات المستوى الثانوي وراء البي رح يجيين الدي يحتوي على خمس اوربيتالات هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذا المستوى الثانوي دي أما المستوى الثانوي ايف فيحتوي على سبعة الكترونات حتى تتذكرهم وما تنساهم سويت لك إياهن نفس الرسم ما للكيكي ما لأيام قبل رح تشوف هنا هذا واحد زاد مننا واحد بواحد هذا الثلاثة زاد مننا واحد بواحد هذا خمسة زاد مننا واحد بواحد أو تجي إلى الرقم الفردي هذا اوربيتال واحد هذا ثلاث اوربيتالات هذا اوربيتال واحد هذا ثلاث اوربيتالات هذا خمس اوربيتالات هذا سبع اوربيتالات من يكون الأوربيتال يتشبع بألكترونيا فراح ألقيه أنه بالمستوى الثانوي S الأوربيتال ما لتشبع بألكترونين أما بالمستوى الثانوي B فيتشبع أو طاقة الاستيعابية هي 6 ألكترونات والمستوى الثانوي D طاقة الاستيعابية 10 ألكترونات على اعتبار أنه كل أوربيتال من الممكن يأخذ ألكترونيا فهو بي 5 أضربه في 2 كل واحد بي 2 يصير عندي 10 المستوى الثانوي F بي 7 أوربيتالات فمن الطبيعي أنه كل واحد بي 2 راح يتشبع لي بـ 14 ألكترون هذه الأسئلة عن هذا الموضوع الأوربيتالات والألكترونات داخل المستويات الثانوية هي أسئلة من الممكن تفيدني بالاختيارات أما كأسئلة وحل المسائل فما راح تجيني بأي طريقة راح تجيني فقط بطريقة الترتيب الألكتروني هذه أيضا تسجل عدكم إن شاء الله بالدفتر مالتكم حتى تكونون مسيطرين على الأمور بدون ما ترجعون إلى قراءتها بصورة مزعجة إذا الألكترونات تحمل الشحنة سالبة فشلون أنا أقدر أخلي ألكترونيين بأوربيتال واحد نحن نعرف الموجب والموجب يتنافرا السالب والسالب كذلك يتنافرا فشلون أنا من الممكن أخلي ألكتروني بالأوربيتال الواحد فهذا تعليل راح ينطرح علي ومتكرر وجايب الأسئلة الوزارية لا يتنافر الألكترونين مدري الألكترونان؟ بعد ما أعرف جماعة العرب يش راح يقولون علينا عند وجودهما في نفس الأوربيتال بالرغم من حملهما لنفس الشحنة السالبة يابا يقول مو أكو الكترونين بأوربيتال واحد بس داني الألكترونين ما يتنافرا ليش ما يتنافرا؟ وهنا يحملن نفس الشحنة السالبة أكو طلاب لقيتهم سنة من السنوات كاتبين لي مو السالب ويا السالب يتنافر والموجب ويا الموجب هم يتنافر بس من نجيب سالب ويا موجب ما يتنافرا إيهو هذا الطبيعي للكلام هذا هيتش الطبيعي للشحنات هيتش بس آني دا أقول هذني اثنين هنسالب حطيناهن بوربيتال واحد ومتنافرا ليش نقوله لأن كل ألكترون سوف يبرم حول محوره في نفس الوقت الذي يدور حول النوات يعني الألكترون مو يدور حول النوات وهنا ألكترونيا راح يدورن بنفس الأوربيتال يبرم حول محوره يعني يفتر بهالشكل يبرم حول محوره في نفس الوقت الذي يدور فيه حول النوات يعني هو ويبرم ويدور حول النوات أحدهما سوف يبرم باتجاه عقرب الساعة يعني هذا الميل ما للساعة هذا التجاه من هذا الاتجاه بهذا الاتجاه يعني من اليسار لليمين أحدهما سوف يبرم باتجاه عقرب الساعة أما الآخر سوف يبرم عكس دوران عقرب الساعة يعني الثاني هم يبرم حول محوره بس عكس دوران عقرب الساعة بهذا الاتجاه مما يلغي تنافرهما أوكي هاي الطريقة الوحيدة اللي راح تخلصنا من عملية تنافر الألكتروني طبعا أحدهما نرمز له بالرمز هذا نفس رقم واحد بالانجليزي بس ما أخلي للرقزة من جوه والآخر بالرمز بهذا الشكل أوكي يعني عملية الدوران مالتو والبرم حول نفسه ما راح يخليه يتنافر ويالألكترون الثاني لأن البرم مالتو عكسه راح أتطرق إلى تمرين ثلاثة واحد بالكتاب عندك أحلك فرع أليف وراح أخليك أنت تحاول بحل فرع باء موجود عندك بالكتاب تقدر تقرأه وتشوفه بس أعلمك الطريقة اللي تحل بيها مثل هذه الأسئلة اللي من الممكن تجيك على شكل اختيارات أو تجيك على الطريقة الحسابية اللي هي بكل بساطة تحلها وفق القاعدة اللي راح أعلمك عليها ما عدد الأوربيتالات سألني عن الأوربيتالات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الأول والثالث راح أحلم من الأخير ما أجي من البداية الأوربيتالات يقصد بيها المربعات وإحنا المربعات نعرف بالأس بس مربع واحد وبالبي ثلاث مربعات وبالدي خمس مربعات اللي هي أوربيتالات وبالأف سبع أوربيتالات أو مربعات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دي يسألني يقول بالمستوى الرئيسي الأول والثالث جد من هاي الأوربيتالات ومن الممكن يسألني جد أكو ألكترونات فأنا راح أتطرق لشلون أبدي من المستويات الرئيسية المستوى الرئيسي الأول قبل شوية قلت لك الأول يحتوي على مستوى ثانوي واحد من نوع أس والأس يحتوي على أوربيتال واحد إذن أقول لها بالمستوى الرئيسي الأول هذه راح أجاوبها الجواب في المستوى الرئيسي الأول يوجد أوربيتال واحد فقط هذا جاوبته الشطر الأول بنفس الفرع فرع عليف في المستوى الرئيسي الثالث هذا الثالث ثلاثة قلنا الثالث على رقمه يحتوي مستويات ثانوية ثلاثة واحد أس واحد بي واحد دي أوكي الأس بأوربيتال واحد والبي ثلاث أوربيتالات والدي خمس أوربيتالات فراح أجي واحد وثلاثة أربعة وخمسة راح أقول له في المستوى الرئيسي الثالث في المستوى الرئيسي الثالث يوجد تسعة أوربيتالات في حال اطور علي هذا السؤال كما موجود بالفرع قال لي ما عدد الألكترونات في المستوى الرئيسي الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أوكي هو الحد الرابع فراح أجياني هم أبدل المستوى الأول بي بس أس بي أوربيتال واحد الأس الألكترونات يجد هو الأوربيتال الواحد يتشبع باثنين فراح أقول له ألكترونين يوجد في المستوى أهمين هذا ما يحتاج هذا التوضيح هذا التوضيح إلك أنت تكتب ليه في المستوى الرئيسي الأول يوجد أوربيتال واحد إذا سألك عن الألكترونات قل ليه ألكترونين لأن الأوربيتال واحد يحتوي ألكترونين بنفسه هو إذا قل لك في المستوى الرئيسي الثالث يجقد الألكترونات يجقد الأوربيتالات ويجقد الألكترونات الأوربيتالات طلعناهن الألكترونات هو كل واحد يأخذ اثنين إذا أنه 9 أوربيتالات أضربهم في 2 يطلع لي 18 أليكترون وهكذا شون علمتك تقدر أيضا ترجع الفيديو أو أبسط لك إياها هنا أعيد لك إياها مو أبسط لك إياها المستوى الرئيسي الأول بمستوى ثانوي واحد من نوع S هذا S بأوربيتال واحد هذا الأوربيتال الواحد ب2 أليكترون المستوى الرئيسي الثاني بمستويين ثانوية S والB هذا S بأوربيتال واحد وهذا B ب3 أوربيتالات هذا S ب2 أليكترون وهذا B6 أليكترون فبالمستوى الرئيسي الثاني عندك 2 مستويات ثانوية S و B وعندك 4 أوربيتالات هذا 1 ذني 3 وعندك 8 أليكترونات 2 بهذا و 6 بهذا موجودات لأن كل واحد ب2 كل مربع ب2 في المستوى الرئيسي الثالث إذا سئلك كم مستوى ثانوي تقول له S و B و D أشقد الأوربيتالات تقول له S بواحد والB 3 أوربيتالات والD 5 أوربيتالات أشقد الألكترونات تقول له هذا S ب2 وهذا B ب6 وهذا D ب10 فتجمحهم 10 و 6 و 16 و 2 و 18 بالرابع يسئلك المستوى الرئيسي الرابع في المستوى الرئيسي الرابع ما عدد الأوربيتالات وما عدد الألكترونات وما عدد المستوى الثانوية المستوى الثانوية هو الرابع ب4 سوى S و B و D و F ال S أوربيتال واحد ال B 3 أوربيتالات ال D 5 أوربيتالات ال F 7 أوربيتالات هاي بعد ما تكفي راح نشخبطها هيتش الألكترونات تقول له 2 بالS و 6 بالB و 10 بالD و 14 بالF فمجموحا راح يكون 32 أوربيتالات ال 32 أوربيتالات الأوربيتالات يشقد عندك هنا هذا خمسة وهذا ثلاثة ثمانية وهذا واحد تسعة و عندك يشقد هنا سبعة فيكون عندك 16 أوربيتال الألكترونات ضعفهم 32 ألكترون هذه من الممكن تنطرح عليك أسئلة بهالشكل أو تنطرح عليك بالاختيارات فبالاختيارات ما تقدر تجاوب هي مضربة حظ تقول له 35-37 بكيفك تحل بهالطريقة يلا تتأكد من الحل وتحط له الرقم بالفراغ أو بالاختيار واضح إن شاء الله هاي راح تكون عدكم وذا مواضحة عيد الفيديو أكثر من مرة أوكي فحلينا هذا السؤال وكان حلة جدا بسيط مثل ما علمتك بهالطريقة أوكي راح أجي إلى أدخل إلى موضوع الترتيب الألكتروني الترتيب الألكتروني طبعا مهم الترتيب الألكتروني لكل ذرة بالكون لازم أكو ترتيب ألكتروني يميز هاي الذرة عن الذرات الأخرى ويرتب إني ألكتروناتها بشكل يخلينا نحطها بالجدول الدوري بالمكان اللي تنوضع به وفق عددها الذري ووفق خواصها الكيميائية والفيزيائية الترتيب الألكتروني يستند إلى مبادئ من ضمن هاي المبادئ مبدئين مهمين هنانا راح نعرف شلون نكتب الترتيب الألكتروني على ضوءهن المبدئ الأول هو مبدئ أوفباو هذا مبدئ أوفباو طبعا مهم جدا وزاريا متكرر أكثر السنوات من يكون عندك أنت الوقت جدا قصير وتريد تقرأ تعاريف لأن بالوزاري راح يجلنك أربع تعاريف أو ثلاثة وواحد من هنا ينترك طبعا فمن ضمن هاي التعاريف لازم تقرأ هاي تعاريف مهمة التعريف الأول مبدئ أوفباو والثاني قاعدة هون مبدئ أوفباو وينص على أن مستويات الطاقة الثانوية اللي هي السو بي و دي و أف تملأ بالألكترونات حسب تسلسل طاقتها من الأوطى إلى الأعلى لا تغلط وتقول من الأعلى إلى الأوطى إذا نريد نملي فتشي نملي تجواب البداية ونصعد لي فوق من الأوطى إلى الأعلى راح عيدة مبدئ أوفباو وينص لا تقول لي وهو الذي وما عرفه إيش تقوموا وطلع من قلبك قلنا شك مبدئ شك قاعدة شك نظرية نقول وينص على وينص على أن مستويات الطاقة الثانوية تملأ بالألكترونات حسب تسلسل طاقتها من الأوطى إلى الأعلى هذه ناسي أكتبها إليك بس من كلامي أنت لازم تحفظها وينص على أن مستويات الطاقة الثانوية تملأ بالألكترونات حسب تسلسل طاقتها من الأوطى إلى الأعلى يعني شلون؟ يعني وفق الهيكلية اللي أغلبكم حافظها أو سامحها أو مضطرقة لها أحد قدامه وما يعرف هي شنية هاي الآلية أحنا نقول عنها منهجنا أس أس بس بس يعني مبدأ أوفاوي يقول هاي مستويات الطاقة الثانوية تملأ بالألكترونات حسب تسلسل طاقتها من الأوطى إلى الأعلى فأنا راح أشوف أنه الأس الأولى نمليها بالألكترونات يلا نروح للأس الثانية أوكي ومن نكمل الأس الثانية بالألكترونات نروح للبي ومن نكمل البي نروح للأس الثالثة ومن نكمل الأس نروح للبي ومن نكمل البي يلا نروح للأس أوكي أفتهمت هذا الموضوع بس مو كلش لأن أنا أريد شلون تفيدني بالترتيب الألكتروني يجيك عنصروا عدد الالكتروني طشرين اجقد ما يكون خلي يكون فانت شرح تجي رح تكتب SS بس بس تجي ترقم هنا بهالطريقة هاي الأس الأولى تحط لها واحد هاي الأس الثانية تحط لها اثنين شبيرة طبعا هاي الأس الثالثة تحط لها ثلاثة هاي الأس الرابعة تحط لها أربعة خلصا الأسات تجي للبي البي تلقاها بين الثلاثة وبين الثنين فهي دائما تاخذ الرقم الثغير مال الأس القبلها فصير اثنيا بي وهاي البي نفس القاعدة بين الأربعة وبين الثلاثة فتاخذ الرقم الثغير الثلاثة اذا كان عندك عنصر طبعا العناصر احنا شون نملي الترتيب الالكتروني بالالكترونات نشوف العنصر والعنصر غالبا ما العنصر ينكتب لي العدد الذري مالتا والعدد الذري مالتا القاعدة تقول يكتب أسفل يسار رمز العنصر هنا نكتب العدد الذري أسفل يسار رمز العنصر هذا العدد الذري إذ قد يكون هو العدد الذري العدد الذري هو نفسه يساوي لي عدد الألكترونات يعني آن إذ قد عندي عدد ذري عندي ألكترونات راح أوزعها على المستويات الثانوية الأس يتشبع بثنين هذا الأس أيضا بثنين هذا البي بستة هذا الأس بثنين هذا البي بستة هذا الأس بثنين هذا هنا يقفل لي الترتيب الألكتروني اللي هو يمثل لي ترتيب ذرة الكاليسيوم اللي هي عدد عدد ذري يساوي عشرين أوكي؟ وبالكتاب المنهجي بمنهجنا مقرر أن نوصلوا ياكم إلى الترتيب الألكتروني للذرة اللي تحتوي على عشرين ألكترون فلهنا ونتوقف زيان إذا اتطرق لي وإيجاني عنصر ترتيب ألكتروني يحتوي على خمس ألكترونات فأنا أكتب هنا 1s2 2s2 2p إنه بس خمسة ذني أربعة أخلي واحد بالبي وهذا الباقي كلها أمسح إذا كان بي ستة أكتب 1s2 2s2 2p 2 وأمسح الباقي أخلي بس اثنين هنا إذا كان عندي سبعة وثمانية وتسعة هو أمليج قد ما يخلص العدد عندي هنا أنا أوزع الألكترونات وأمسح الباقي هذا راح يكون الترتيب الألكتروني النموذجي لكتابة أي ترتيب ألكتروني شون قبل شنتوا بصفتاني تكتبون الذرة ترسموها بهالطريقة هذا المدار الأول بي ألكترونين اللي هننا جنا نسويهن E بE فهو هذا المدار الأول بي ألكترونين وشنا نقول المدار الثاني بي ثمان ألكترونات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية موش أنتوا تملوهن بهالطريقة حسوني موش أنتوا يشتملوهن أي فهنانا عندي المستوى الثاني يا هو هذا المدار الثاني راح اللاحظة جد يحتويه ألكترونات هاي اثنين وهاي ستة ثمان ألكتروني وهكذا المدار الثالث أيضا يتشبع ب من ثمانية يكون مشبع اعتبره ثمانطعش أيضا مشبع فهنا راح ألقى المدار الثالث ب ثمانية اوكي ثنين وستة ثمانية وهكذا اوكي هذا وفق مبدأ الترتيب الألكتروني نكتب بهالطريقة راح أشوف قاعدة هوند ش تقول وأشوفها عن شنو يعني تحتي شنو قصدها هذه قاعدة هوند اللي هي إحدى المبادئ مبادئ الترتيب الألكتروني اللي وفقها احنا نكتب الترتيب الألكتروني قاعدة هوند ما نقول وهي التي مثل ما أعلمتكم نقول وتنص على أنه لا يحدث ازدواج بين ألكترونين في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل أوربيتالاته فرادة أولا يعني قاعدة هوند ش تقول تقول يا بهاي مستويات الطاقة الثانوية طبعا قاعدة هوند تقصد من البي وفوق الاس هو أوربيتال واحد تحط بي واحد هذا الاس تحط بي واحد وتجي الثاني ورا قاعدة هوند ش تقول تقول يا بها مستويات الطاقة الثانوية اللي هي تركز على البي والدي والأف أوكي تقول لا يحدث ازدواج بين الالكترونين إلا أن تم أوربيتالاته فرادة أولا فأني إذا جاني يكتب الترتيب الألكتروني ثم بيين توزيع الألكترونات على الأوربيتالات فلازم أمشي وفق قاعدة هون فمثلا انتهت ترتيب الألكتروني مالتي بالبي والبي كان بيها مثل ثلاث ألكترونات وقال لي بيين التوزيع الألكتروني فراح أرسم للأوربيتالات مال البي ذني لثلاثة وأجي أوزع للألكترونات إذا وزعت هنا بهالطريقة واحد اثنين ثلاثة فهذا غلط أوكي ليش لأن قاعدة هون تقول لا يحدث ازدواج بين ألكترونين لا تسوي ازدواج بين ألكترونين شتون هاي إلا بعد أن تشغل أوربيتالات هو فرادة أولا يعني أوربيتالات البي ذني لثلاثة ذني لثلاثة اشغل إياهن فرادة أولا خلي بيهن ذني لثلاثة ألكترونات واحد اثنين ثلاثة لو كان عندي أربعة فأكتب الرابعة هنا خمسة يعني أكتب الرابعة هنا خمسة أكتب الخامس هنا ستة أكتب السادس هنا هاي جدا مهمة وراح تتذكرني بصف خامس منتاخذها بأعداد الكم الأربعة للألكترون الأخير لأن هنا إذا أجينا على الألكترون الأخير راح يعتبر هذا الألكترون الأخير أما لو أنت ما ليها واحد ثلاثة أربعة فراح تخربط بالألكترون الأخير هذا ما يخص قاعدة هوند وعندك مثال بالكتاب مالتك يحكي عن قاعدة هوند راح أطرق له هنا أيضا هذا المثال بالكتاب يقول ما أدري شي يقول خلّه شوفه بالكتاب أكتب الترتيب الألكتروني أكتب الترتيب الألكتروني للمستويات الثانوية الآتي طبعا المستويات مو قدامي فراح أكتب من عندي مستويات الثانوية أريد ترتيب ألكتروني للمستوي الثانوي P4 وترتيب ألكتروني للمستوي الثانوي D6 وترتيب ألكتروني للمستوي الثانوي F9 وترتيب ألكتروني للمستوي الثانوي P5 فأنت من تلقي بوعباب انتبه علي أكو شغلة هذن المستويات الثانوية دائما تكتب على شكل small letter أوكي؟ فهي مو عناصر شغلة ثانية تميز لها عن العناصر أنه الرقم اللي ينكتب هناه مثل الرياضيات أسدين كتب أوكي؟ أما إذا أريد أعرف أنه هذه ذرة له مستوى ثانوي فالذرة مثلاً عدنا اللي يرمز لها P هي ذرة الفسفور P وهذا عدد الذرخ مستعش ثابت هاي هنانا رح نكتب لها ترتيب إلكتروني 1S2 2S2 1S 2S2 2P6 3S2 3P3 راح أجمحهم ذولة 2,4,10 12,15 هذا العدد الذرخ مستعش اللي هو يساوي لعدد الإلكترونة فهذا ترتيب إلكتروني أما من ألقى الرقم على شكل أوس فهذا هنانا اسمه توزيع إلكتروني راح أقول P أربعة فهذا أرسمه بهالشكل يعني أرسم أوربي تالات الثلاث ووزع ذني الأربعة 1,2,3,4 أما هذا D فراح يكون توزيعه بهالشكل D6 أرسم الأوربي تالات مالتا الخمسة 1,2,3,4,5 أوزع ذني الستة 1,2,3,4,5 وهذا السادس هنا أوكي ما يصير تقول 1,2,3,4,5 6 ويبقى أن ذني فارغات هذا غلط هذا الحل الصحيح أوكي الـ F تسعة فهو الـ F كم أوربي تال بي الـ F بي سبع أوربي تالات 1,2,3,4,5,6,7 أوزع ذني التسعة أوزعها بشكل مفرد 1,2,3,4,5,6,7,8 تسعة انتهي هذا الـ B خمسة راح يتوزع بهالطريقة 1,2,3,4,5 أوكي هذا من ألقى مكتوب لي على شكل أس هنا الرقم فأقول هذه أوربي تالات أوزعها بها الطريقة بس من تلقى الرقم هنا هذا ثابت طول عمرة يعني الـ B مرة هنا جاك أربعة مرة هنا جاك خمسة من يجيك هنا هذا عدد ذري مال ذرة الفسفور هذا عدد ذري ثابت طول عمرة أوكي هذا 15 سوي لوان S2 2 من يجيك على شكل أس السوي له أوربي تالات هذا ما يخص مثل هاي الأسئلة اللي مرات تجي بالوزاري وتوهمك أوكي هاي الفكرة موجودة بأمثلة الكتاب بعد عندي من أمثلة الكتاب أيضا سؤال أكتب الترتيب الألكتروني راح أمس هذا التمرين أكتب الترتيب الألكتروني للذرات والعناصر التالية أو لذرات العناصر التالية بطيك إياهم طبعا أول أربعة منطيك هنا هذا لا هم نحذفه أكتب الترتيب الألكتروني طبعا الترتيب الألكتروني يختلف عن التوزيع الألكتروني الترتيب الألكتروني 1 S2 2 S2 التوزيع الألكتروني ترسم أوربيتالات وتوزع عليهم الألكترونات الألكتروني فمطيك ثلاثة ترتيب الألكتروني 1 S2 2 S1 أجل البر اليوم عدد الذري أربعة فأكتب ترتيب الألكتروني 1 S2 2 S2 أوكي؟ هذا فيما يخص الترتيب الألكتروني أكو مثال آخر بالكتاب سألك أكتب الترتيب الألكتروني للذرات والعناصر مطيق ذرات وعناصر أراد منك ثم بين مستوى الطاقة الرئيسي الأعلى طاقة فعلى سبيل المثال راح أذكر لك واحد أحل لك عنصر واحد والبقية أنت حلين على سبيل المثال أنطاني هاي الذرة خلينا نقول مثلا أنطاني الصوديوم N A دعش أراد مني المستوى الطاقة الرئيسي الأعلى طاقة فأكتب لوان S2 2 S2 2 P6 3 S2 دائما المستوى الطاقة الرئيسي الأعلى طاقة اللي يكون بعيد عن النواة فهذا قريب عن النواة هذا أقرب وهذا قريب هذا أبعد أبعد واحد هو المستوى الأعلى طاقة فتكتب لي 3 S2 هو المستوى الأعلى طاقة يعني هنا هاي 2 S2 هاي 2 S1 زينا ستادي يعني إحنا بس ناخذ الأس لا مثلا هاي الذرة C6 ورايد مني الترتيب الألكتروني والمستوى الأعلى طاقة راح أقول لوان S2 2 S2 2 P2 المستوى الأعلى طاقة هو هذا أوكي 2 S2 2 P2 هو المستوى الأعلى طاقة أتمنى تكون صارت عدكم فكرة شاملة عن الترتيب الألكتروني شلون بدينا شلون سوينا توزيع ألكتروني وباقي الأسئلة راح تكون عدكم سهلة إن شاء الله بالمحاضرة القادمة نطرق لها ونحللها ونفصخها بطريقة مبسطة جدا هنا أكون كملتوا إياكم هذه المحاضرة الثالثة شكرا لحسن استماعكم وانتباهكم وتركيزكم وإن شاء الله هذه كلها تنكتب عدتكم بالدفتر وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا مع السلامة